اشتركوا في القناة فهيئة الأنواء الجوية لا تملك سوان في مزاعم حدوث هزات أرضية بسبب بعد العراق عن خطر النشاط الزلزالي باستثناء تلك التي تقع في الشريط الحدودي مع تركيا وإيران الهيئة ناقضت نفسها من خلال تقريرها الشهري الذي قالت فيه أن العراق سجلت 19 هزة أرضية خلال شهر آبا الماضي مشيرة إلى أن أقوى هزة سجلت بأربع درجات على مقياس رختر وأن النشاط الزلزالي تركز في مناطق خانقين وبلدروز في ديالا ثم هور لحوازة في البصرة وشمشمال ودرب اندخان في السليمانية وأخيرا قضاء على الغرب في ميسان لا تقف المشكلة عند هذا الحد فمعظم المباني في العراق بعد عام 2003 صممت خارج الظوابط ولم تجري عليها أي كشوفات هندسية ولم تخضع للفحص الفني فيما استخدمت في إنشائها مواد بناء الرديئة وهو ما قد يسبب كوارث في حال وقوع زلزال الإهمال المتعمد طال حتى البنايات الحكومية التي تهالك أغلبها حيث يؤكد مختصون أن الفساد سبب الرئيس في تردي بناء تلك المباني التي شيد معظمها خلال السنوات الأخيرة خلافا للمواصفات النوعية واستغياب عمليات الكشف عليها من قبل الجهات المسؤولة ويقول مهندسون معماريون إن غالبية الأبنية الحكومية في العراق قديمة جدا وتحتاج إلى عمليات تأهيل فيما تؤكد وزارة الإسكان الحالية أن المعالجات التي قامت بها لجنة حكومية لأكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار في بغداد والمحافظات لم تشمل إلا ما نسبته 10% من المباني الخطرة التي تهدد حياة المواطنين في البلاد